حل مشكلة على تطبيقك الخاص نابشات اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بنزول الأسفل نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة في هذه النافذة نقوم بنزول البحث عن تطبيق سنابشات وبعد ذلك سوف نقوم بالضغط على سنابشات نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزل نضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسح البيانات ثم نضغط على مسح التخزين المؤقت ثم بعدها سوف تقوم بإطفاء وتشغيل الهاتف الخاص بك ليقوم بتحديد التطبيق حل المشكل هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا اشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوعين آخر حولات أطبيقك الخاص خمشط